كمان اشارت الصفحة الرسمية لمؤسسة حياة كريمة انفوغراف حول المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة اشار الى معلومة مهمة وهي ان مشروع او المشروع بيشهد ولأول مرة يستهداف مشروع قومي نصف سكان مصر مرة واحدة واشارت الى ان المشروع بيستهدف الارتقاء بحياة اكثر من 60 مليون مواطن في مختلف محافظة الجمهورية بلغ نسبة المستفدين من مشروع حياة كريمة في 2021 حوالي 17% بينما كانت النسبة 35% خلال عام 2022 ومستهدف ان تكون النسبة 50% من سكان مصر خلال 2023